والوقوف على آخر المستجدات في محافظة البصرة فيما يخص المشهد الاحتجاجي ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من هناك علي عدنان مرحبا بك علي صف لنا التطورات الميدانية في المحافظة وأيضا حركة المتظاهرين صباحا اليوم وهل هناك طرق قد قطعت اليوم من قبل المتظاهرين؟ أهلا الراني أكيد لم تخصى اليوم صباحا أي من الصرف في مركز المحافظة والأقضية والنواحي وإنما هناك انطلاق مسيرات اللعبية بسجاحة البحرية وسط البصرة تحمل نعوث رمزية وأعلام عراقية وصور لشهداء التظاهرات تطالب بمحاسبة المقصرين وتغيير شامل للنظام وأيضا أهالي الزبير يوم أمس يعوشا بمستشهد أثر إصابة بتظاهرات سابقة بالبصرة بالإضافة لاستمرار اعتصام الفاو تضامنا مع التظاهرات واحدادا على أرواح الشهداء وهناك عروض مسرحية في ساحة الاعتصام تخلل تقود شهداء بإخار واستمرار الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات الصلابية في ساحة البحرية يعني أمام مقار الحكومة المحلية لحين تحقيق المطالب بالإضافة لو تحدثنا عن أغلب القلبة هناك دوام مستمر في محافظة البصرة وتمكنت قوة الصدمة الأمنية في البصرة من فتح مدرسة ابتدائية بمنطقة خمسة ميل بعد أن هددت من قبل المسلحون ملسمون يعني هددوا إدارتها بعدم الدوام الرسمي وقاموا بإغلاقها وقالت قيادة شرط البصرة أن معلومات وردت إلينا بوجود ملسمين مدهولين قاموا بتهديد معلمين ومعلمات إدارة المدرسة الابتدائية تحركوا عندها قوات الصدمة إلى مكان المدرسة وأيضا تم فتح المدرسة ودعم بشكل مباشر وردت علي عدنان مراسلنا من بصرة شكرا لك على كل هذه التوضيحات